المجلس الأعلى المجلس الأعلى المجلس الأعلى وما تضمنه من استعراض لأهم المبادرات لتطوير العمل الحكومي والإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية في العديد من المجالات وخصوصا المؤشرات الاقتصادية والمالية التي شهدت تحسنا ملحوظا وكيفية تحويل التحديات المختلفة إلى فرص مستقبلية يتم استثمارها لصالح الوطن والمواطن. مثمنا في هذا السياق توجيهات سموه حول عدد من القطاعات والبرامج بهدف زيادة وتيرة التقدم فيها. وفي سياق آخر هنأ المجلس بافتتاح كلية عبدالله بن خالد لدراسات الإسلامية رسميا. مؤكدا أن افتتاح هذه الكلية يعد منطلقا مهما لتعزيز الدراسات الشرعية في البلاد. بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. كما طلع المجلس على مذكرتين من الأمانة العامة الأولى حول آخر مستجدات برامج معهد القراءات واعداد معلمي القرآن الكريم والثانية حول إنشاء الجوامع والمساجد.